وجدنا فيه صعوبة إيجاد مكان مناسب للتصوير ودعوة لجنة تنظيم الكاس أخذ مثل هذه الأمور بعين الاعتبار بالعودة إلى تفاصيل اللقاء شهدنا في بدايته محاولات هجومية من الطرفين ليتمكن الحمراء وسريعاً وبعد مضي تسع دقائق لاعب فقط الوصول إلى شباك المنافس بكرة أرضية من تومي تقدم في النتيجة الملودية عزز بهدف ثاني في الدقيقة الخامسة عشر بعد تنفيذ ركنية على الجيات اليمنى بدبودة برأسية يسكنها شباك الحارس العراجي هدف أخلط أوراق أمل عين الدفل الذي تاه فوق أرضية الميدان وكاد أن يتلقى هدفاً ثالثاً في الدقيقة السابعة والعشرين في كرة تفوق فيها تومي على الحارس العراجي لكن الدفاع أنقذ الموقف في آخر لحظة ونهاية المرحلة الأولى لصالح الحمراء وبثنائية نظيفة الشوط الثاني اتضح حتى الصورة أكثر بإيجاد المكان المناسب للمصور وتميزت بتراجع أداء رفقاء أيت وعمر فنياً وبدنياً ما ترك المجال لأمل عين الدفل بصنع اللعب والضغط على مرمى الحارس ليتيم ضغط توجى بهدف في الدقيقة الثامنة والخمسين برأسية مكيوي الذي أعاد الأمل وأفرح الأنصار في المدرجات كما حفز رفقاءه للبحث عن هدف التعادل لو لا تسرع اللعبين في اللمسة الأخيرة لتنتهي المباراة بتأهل مدودية وهران إلى الدور الثمن النهائي وانتظار التعرف على اسم المنافس القادم بعد إجراء عملية القرعة نشكر الفريق ملتوهراً على المقابلة اليوم وننقوه بالتعاهل والفريق التعاني اليوم دارلي عليه نشكر اللعبين الذين أدوا مباراة بطولية الوصولنا لهذا الدور هو إنجز حد ذاته بعد إنجزت 2016 ففريق فيما بين الربيطات بإمكانيات نقدر نقول شبه من عديما يقدم مباراة قوية أمن فريق من قسم الأول هذا حاجة شرف